لا مكان آمن في غزة ولا حرمة لدار عبادة أو مدرسة أو مستشفى تحت سماء القطاع حتى الأسواق وزوارق الصيادين باتت هدفا مباشرا لقصف طائرات الاحتلال أكثر من عشر مجازر كبرى نفذها الجيش الإسرائيلي في صباح اليوم التاسع والعشرين من العدوان بحسب وزارة الصحة في غزة أعنفها في جباليا شمالية القطاع هنا في مدرسة الفاخورة سقطتنا عشر شهيدا على الأقل أغلبهم أطفال كانوا يظنون أن طائرات الاحتلال ستغفل عنهم لكنها مع سبق القصد والترصد ضربتهم وكررت قصفها على مدرسة أخرى في مخيم جباليا أمام هذا التجرؤ على نازحين داخل المدارس يصبح قصف منزل أو مخبز أو محطة وقود في المنطقة تحصيلا حاصلا على مدني القطاع حتى المستشفيات هنا باتت هدفا مكرسا لقنابل الاحتلال أربعة شهداء سقطوا على بوابة مستشفى النصر تحت طائلة ساروخ مباشر وأكثر من عشرين نازحا أصيبوا على مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس في قصف آخر يقول الهلال الأحمر الفلسطيني شهداء ومصابون في مشهد مكرر لغارات مكثفة وقصف مدفعي عنيف في السوق القديم بحي الشجاعية وفي حي الزيتون وحي تل الهوى أو بمحيط مجمع أنصار جنوبا وشرق البريج وخان يونس حتى على ساحل مدينة رفح جنوبية القطاع لم تسلم مراكب الصيادين من نيران القصف سماء محرقة وأرض مغلقة فإلى أين يذهب مئات الآلاف من المدنيين في غزة بعض من حاول منهم تحويل النزوح جنوبا عبر شارع الرشيد كان هذا مصيرهم أمان يا رب